بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومحمد وعلى آله أفضل الصلاة واتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف السادس ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس وحدة القياس السانتيمتر إذن أحبايا الطلاب والطالبات سوف نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا نميز وحدة القياس السانتيمتر ثانيا كتابة وحدة القياس السانتيمتر ثالثا نفرق بين وحدة القياس السانتيمتر والمتر تلوين وحدة القياس السانتيمتر إذن أحبايا الطلاب والطالبات وحدة القياس السانتيمتر إذن هو وحدة إذن السانتيمتر إذن السانتيمتر إذن السانتيمتر هو وحدة لقياس الأطوال القصيرة إذن السانتيمتر هو وحدة لقياس الأطوال القصيرة إذن إذن هو وحدة لقياس الأطوال القصيرة إذن وحدة القياس السانتيمتر وحدة القياس السانتيمتر هو وحدة لقياس الأطوال القصيرة إذن هو وحدة لقياس الأطوال القصيرة إذن وسوف نستخدم أداة القياس إذن هذه المسطرة هي أداة القياس أداة قياس الأطوال القصيرة إذن وحدة القياس السنتيمتر هو وحدة لقياس الأطوال القصيرة وسوف نستخدم أداة القياس المسطرة إذن هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 110 إذن هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 110 في النشاط الأول حدد الأدوات المستخدمة لقياس الأطوال القصيرة إذن هنا سوف نقوم بتحديد أداة القياس أو أداة قياس الأطوال القصيرة إذن هيا نقوم بتحديد أداة القياس قياس الأطوال القصيرة إذن أحسنتم لدينا هنا المسطرة إذن لدينا هنا المسطرة ولدينا أيضا هنا المسطرة إذن المسطرة هي الأدات قياس الأطوال القصيرة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وحدة القياس السانتيمتر لدينا هنا هذه المسطرة إذن أحباي الطلاب والطالبات لدينا هذه المسطرة هذه المسطرة تتكون من السانتيمتر هنا سوف نقوم بتلوين السانتيمتر إذن سوف نقوم بتلوين السانتيمتر إذن الجزء الأعلى من هذه المسطرة هي السانتيمتر إذن أحبائي الطلاب والطالبات الجزء الأعلى إذن الجزء الأعلى في هذه المصطرة هو السانتيمتر أحسنتم إذن الجزء الأعلى هنا هو السانتيمتر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أحبائي الطلاب والطالبات الأداة المستخدمة لقياس عرض الكتاب إذن ما هي الأداة المستخدمة لقياس عرض هذا الكتاب إذن سوف نقوم بقياس عرض هذا الكتاب ماذا نستخدم الميزان أم المصطرة هيا نفكر الميزان أم المصطرة أحسنتم سوف نستخدم هذه المصطرة إذن سوف نستخدم هذه المصطرة إذن في الجزء العلوي من هذه المصطرة إذن هذا الجزء هو السنتيمتر إذن سوف نقوم بقياس الكتاب بالسنتيمتر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هذه الرموز لدينا هنا الكيلومتر إذن لدينا هنا الكيلومتر أين هو رمز الكيلومتر إذن أين هو رمز الكيلومتر أحسنتم ها هو رمز الكيلومتر إذن ها هو رمز الكيلومتر إذن أو اختصار الكيلومتر إذن الكيلومتر ها هو اختصار الكيلومتر إذن وهنا اختصار المتر إذن المتر ها هو اختصار المتر إذن ها هو اختصار المتر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا اختصار السانتيمتر إذن ها هو اختصار السانتيمتر إذن ها هو اختصار السانتيمتر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا سوف نقوم بتلوين رمز وحدة القياس السانتيمتر إذن هنا سوف نقوم بتلوين رمز وحدة القياس السانتيمتر إذن سوف نقوم بتلوين رمز وحدة القياس السانتيمتر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن عدات القياس المصطرة إذن هنا لدينا عدات القياس المصطرة إذن ها هي المصطرة لدينا هنا السانتيمتر إذن ها هي المصطرة لدينا هنا السانتيمتر إذن ها هو الجزء السانتيمتر إذن ها هو الجزء السانتيمتر إذن ها هو الجزء السانتيمتر إذن ها هي أداة القياس المصطرة وقمنا بتلوين أداة القياس السانتيمتر إذن إذن قمنا بتلوين السانتيمتر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هنا سوف نقوم برسم أداة القياس السانتيمتر هيا نقوم برسم أداة القياس السانتيمتر إذن هيا نقوم برسم أداة القياس السانتيمتر إذن سوف نقوم برسم أداة القياس السانتيمتر إذن هيا نقوم برسم أداة القياس السانتيمتر إذن سوف نقوم برسم أداة القياس السانتيمتر إذن سوف نقوم برسم أداة القياس السانتيمتر إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن هذه المسطرة خمسة عشر سانتيمتر إذن هيا نقوم برسم أداة القياس المسطرة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أشكركم يا أحباي الطلاب والطالبات على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسين آخر